بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع نفس للتربية الفكرية صف الأول تأهيلي فصل الدراسي الثالث درسنا هذا اليوم هو تنطيط كرة يدهم ورميها باتجاه الهدف معكم أستاذ بدر ناصر قبل ما نبدأ في درسنا يا ابطاء نستعرض مع بعض أهم الطلبات وممارسة النشاط البدني بشكل صحيح هم هذه الطلبات الراحة الكافية الراحة مهمة جدا يا ابطاء لكي يستطيع مارسة النشاط البدني والراحة تقوم في أنهم ليلة من 6 ساعات إلى 8 ساعات أيضا يا ابطاء التغذية السليمة والصحية لماذا غذاء مهم؟ لأن الغذاء هو الذي يمتج جسم بالطاقة لابد من تنوى ثلاث واجبات يوميا الاخطار والغداء والعشاء أيضا يا ابطاء ارتداء الزيار الرياضي المناسب والحذاء المناسب لابد لتأدية النشاط البدني أن يكون ارتداء الزيار الرياضي أساسي جدا لتحقيق هداف من هذا النشاط فيختلف الزيار الرياضي باختلاف النشاط الذي يقوم به أيضا المكان المناسب والآمن وتوفر عوامل الأمن والسلامة المكان يشاعدنا لتحقيق هداف من هذا النشاط لابد من أن يكون آمن وتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة هل يمكن نعم لا يبكرة القدم في الطرقات وممرات أثناء مرور السيارات غير مناسب وقبل ذلك إذا آمنا الأماني على حفاظ على سلامة اللاعب بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابات أيضا الإحماء المناسب عند تأدية النشاط بدني قبل ذلك لابد من عمل الإحماء المناسب يساعدني أن تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني أخيرا وليس آخرا شرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط البدني لتعويض السوائل المفقودة وإحماية الجسم من الجفاف الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب كلما بعض مرتدين يزير يغضي المناسب نبدأ بماذا؟ أحسنتم الإحماء المناسب المشي في المكان تمني يستعد يبتدي 1-2-3-4 مشي 2-3-4 أحسنت 2-3-4 ومتاز 2-3-4 حسنت 2-3-4 آخر مرة جمعا قف حسنتم التمرين الثاني يا أبطال الزراعي في الوسطة ثاني جدل يمين في أربع عدات والشمال في أربع عدات تمني يستعد يبتدي يمين 2-3-4 شمال 2-3-4 حسنت 2-3-4 اضغط 2-3-4 ومتاز 2-3-4 آخر مرة جمعا قف 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 التمرين الثالث يا أبطال قف 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 2-3-4 ومتاز 2-3-4 آخر مرة جمعا قف التمرين الرابع ممثلة التمرين الثالث ولكن يبطال باختلاف اتجاه الدوران حيث الدوران ذراعي من الأمام إلى الخلف 3-2 جدل رفع تمني يستعد يبتدي 1-2-3-4 أحسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 آخر مرة جمعا قف صحيح نصف الخط نأخذ نفس أحسنتم الآن وصلنا إلى لعية الإحمار الجسم صار جاهز لداء النشاط البدني نستعد بعد درسنا هذا اليوم وهو ماذا تنطيط كرة اليد ثم رميها بالتجاه قبل ذلك ما هي كرة اليد أحسنتم هي لعبة جماعية ممتعة جدا وتنافسية حيث يتكون كل فريق من سبعة لاعبين بينهما حارس مرمى وأيضا لماذا حارس للدفاع عن الهدف الذي هو مرمى لكرة اليد حيث يقوم السبعة لاعبين بتبادل كرة فيما بينهم ثم إرسالها إلى الهدف ولكن كيف أقوم بالتنقل في أرجاء الملحب عن طريق التنطيط ما هو التنطيط التنطيط يا أبطال هو دفع الكرة باستمرار حيث القرة تلامس الأرض ثم ترتد إلى ماذا إلى رسخ اليد ودفعها باستمرار وتنقل هناك نوعا من نوع التنطيط التنطيط المنخفض والتنطيط المرتفع التنطيط العالي أو المرتفع حيث يكون جسم مشدود ودفع الكرة بحيث لا تتجاوز منتصف ماذا أحسن تم منتصف لاعب هكذا أبطال هو التنطيط العالي ولكن التنطيط المنخفض يقوم بثاني جسم إلى الأمام ثاني ركبتين ودفع الكرة باستمرار بحيث لا يتجاوز ماذا تفاع الكرة ماذا ركبة الأمامية ويستخدم التنطيط المنخفض في ماذا في الحالات الدفعية لكرة اليد أما التنطيط العالي في الحالات العادية وحيث لماذا لا يكون جنبي لاعب يحافظ على الكرة ويأخذها من بين يدي ثم بعد ذلك يقوم برمي الكرة نلاحظ الأبطال في هذه الصورة هناك الفشيخ الأخضر يقوم بماذا بمحاوة الوصول إلى مرمى الفريق الأحمر وهناك تنطيط يقوم حيث اللعب مع الكرة التنطيط حيث يقوم جميع اللاعبين الآخرين بأخذ أماكن جيدة حيث يقوم بعد التنطيط برمي الكرة إليهم شرح التنطيط يقوم اللاعب يدفع الكرة باتجاه الأرض مع فتح اليد بشكل كامل ويجب أن يكون امتداد اليد بشكل كامل والمعصب حيث يتم دافع الكرة بأقرب ما يمكن باتجاه الأرض ويقوم اللاعب باستقبال الكرة بيده على أن تكون قريبة من سطح الأرض وتكون صعبة مفتوعة أزاي أبطال لابد أثناء التنطيط فتح اليد بحيث يقوم بدفع الكرة ولا عايز يكون الرزق مرن لكي يستطيع دافع الكرة باستمرار وبسرعة وأريحية ولكن عندما يكون الرزق ثابت أو متخشب لا يستطيع الصحيح الآن نلاحظ في هذه الصورة هو كيفية رمي الكرة باتجاه الهدف كيفية رمي الكرة باتجاه الهدف حيث يقوم لعب بمسك الكرة وانطلاق ورميها باتجاه الهدف لكي يحرز نقطة حيث يقوم الحارس واللعب الآخر بمنع من تسجيل هذا الهدف الآن في هذا الفيديو بحيث أكثر عملية تملل القرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الطلبات أهلا وسهلا بكم سنتعلم في هذا الفيديو مشيئة الله تعالى عن تمرير الكرة بيد واحدة من مستوى الرأس تعتبر هذه المهارة من المهارات المهمة بكرة اليد وسأشرح ما أمامكم الآن خطوات أداها فشاهد معي أولا من وضع الوقوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى ثانيا إحدى اليدين سأمسك بها الكرة واليد الأخرى ستكون في يد الحرة وسأشرح الآن وضع كل يد في تنفيذ هذه المهارة بالنسبة اليد الحاملة للكرة والتي ستمرر بها الكرة ستقوم برفعها إلى مستوى الرأس وثانيها من مفصل المرفق ولاحظ هنا أن راحة اليد لابد أن تشير إلى الأمام وإلى الأعلى كما ترى أما بالنسبة ليد الأخرى والتي لا تحمل الكرة ستقوم بثانيها من مرفقها ورفعها إلى الأمام أمام الصدر ناتي الآن للخطوة الثانية حيث أن اليد تمرير الكرة بتحريك اليد الرامية باتجاه الرامي مع أخذ خطوة إلى الأمام وخلال ذلك ستقوم بلف الجزع وميله إلى الأمام قليلاً والآن مع تطبيق المهارة جاهزين؟ تفضل ممتاز مستوى الرأس وأخذ خطوة إلى الأمام متابعة الحركة استمر ممتازين فرجل المعاكسة ممتازين أبطال أحسنت وبهذا نكون انتهينا من تعلم وتطبيق مهارة التمرير بيد واحدة من مستوى الرأس دمتم بصحة ونشاط لاحظنا يا أبطال في بيديو السابق كان تمرير الكرة من فوق الرأس لكي أتقن هذه المهارة لابد من تمرير باستمرار لأننا تسألنا لهذا اليوم هو كم عدد لعبين فريق قرد رياد هنا يا أبطال ستة خمسة سبعة ثمانية أحسنتم سبعة لعبين ومن بينما حارس المرمى إلى هنا يا أبطال وصلنا لنهاية الدرس عن هذا اليوم أشكركم الحسنستي معكم كام معكم أستاذ بدر ناصر الفيت ترجمة نانسي قنقر